حيوان منقرض وظيفياً لم يتبق منه على الكرة الأرضية سوى أنثيين عقيمتين ومع ذلك يأمل العلماء في إعادته إلى الحياة فهل سينجحون في ذلك؟ أم أن آمالهم ومحاولتهم ستبوء بالفشل؟ مرحباً بكم في قناتكم أسرار الطبيعة في حلقة جديدة مثيرة ومميزة هذه ناجين وفاتو أم وابنتها وآخر فردين من سلالة واحد القرن الأبيض الشمالي يقوم علماء الطبيعة الآن بأخذ عينات من بويضاتهما كمحاولة أخيرة لنجاة نسل هذه الحيوانات المنقرضة وظيفياً والتي قبل سبعين سنة فقط من الآن كان ألف فرد منها يعيشون بسلام في الصافانا والصحراء الإفريقية إذا أردتم معرفة الحكاية من أولها فتابعوا معنا حتى النهاية هذه القصة المأساوية التي أودت بنسل هذا الحيوان المسكين نحو الإنقراض إفريقيا وحيد القرن الأبيض الشمالي حيوان عاش على هذه القارة العتيقة لأزمنة طويلة كان يتواجد بكثرة في وسط وشرق قارة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الصافانا حيوان عاشب مسالم ضخم يبلغ طول جسمه مع رأسه أربعة أمتار ويبلغ ارتفاع كتفه مئة وثمانين سنتيمترا ويزن حوالي ثلاثة أطنان ونصف تدوم فترة حمل الأنثى حوالي ثمانية عشر شهرا وتضع صغيرا واحدا كل أربع سنوات عادة ولم يكن لهذا الكائن أعداء كثر إذ أنه ثالث أكبر الحيوانات البرية على وجه الأرض بعد الفيل الإفريقي والأسيوي لكن هذا الحيوان بسبب قرنه الجميل الذي أمده الله به ليدافع به عن نفسه جعل منه أحد الضحايا الأكثر استهدافا من طرف من؟ من طرف الصيادين البشر نعم الصيد الجائر صار مأساة كبيرة خاصة بعد ظهور الأسلحة النارية ومع الصيد الكثيف الذي تعرض له هذا الحيوان من أجل بيع قرنه المميز ولحومه ومن أجل بيعه لحدائق الحيوان إضافة إلى الحروب الأهلية وفقدان موائله الطبيعية إن خفضت أعداده شيئاً فشيئاً فقم علماء الطبيعة والمدافعون عن الحياة البرية بصيد أفراد منه ونقلها للأسر على أمل أن يتم إنقاذ هذا النسل قبل أن ينقرض لكن كل تلك المحاولات باءت مع الأسف بالفشل إلى أن وصلت هذه الكائنات إلى الحد الأقصى من خطر الإنقراب إذ لم تتبقى منه سوى أفراد معدودة في العالم إلى أن لم يبقى منها سنة 2015 سوى ثلاثة أفراد من عائلة واحدة يتم حمايتها من طرف حراس المسلحين على مدار أربع وعشرين ساعة سودان الجد والد ناجين ناجين الأم وفات ابنة ناجين وحفيدة سودان تعاني ناجين الأم الكبيرة من ضعف في قوائمها الخلفية وتعاني فات من مشكلة في بطانة الرحم مما جعل كليهما غير قادرتين على الإنجاب وما زاد الأمر سوءا قبل أربع سنوات التاسع عشر من مارس آذار 2018 سودان كان هذا اسم آخر ذكر وحيد قرن أبيض شمالي على وجه الكرة الأرضية نفق وسط حزن حراسه الذين عاشوا معه آخر أيامه في محمية بيجيتا كينيا تم صيد سودان سنة 1975 من أرضه التي ولد فيها السودان ليتم نقله إلى حديقة حيوانات في جمهورية تشيك أوروبا بعد سنتين فقط من ولادته ومنذ تلك السنة وهو يعيش في تلك الحديقة إلى أن تم نقله إلى محمية بيجيتا كينيا سنة 2009 بعد إعلان الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن انقراض وحيد القرن الأبيض الشمالي رسميا في البرية على أمل نجاة هذه الكائنات عندما يتم إرجاعها إلى مملكتها الأصلية وتوفير الجو الأفضل لها للتكاثر في يوم منطر نزل سودان في إفريقيا وقام بالاستلقاء على الأرض يشتم رائحة طرابه العليلة والعريقة التي يبدو أنه لم ينسها تلطى أربع وثلاثين عاما ليعود في الأخير ليقضي آخر سنوات حياته في موطنه الأصلي وفي يوم منطر آخر لكنه كان يوما حزينا وبعد معاناة سودان من أعراض الشيخوخة قرر علماء الطبيعة وحراس محمية بجتا القيام بقتل سودان قتلا رحيما لوضع حد لمعاناته فغادر سودان الحياة بعد خمس وأربعين سنة من ولادته تاركا خلفه حزنا عميقا وأملا طفيفا في إنقاذ هذه السلالة من الإنقراض وفي سنة 2019 بدأ العلماء في سحب عدد من البويضات من كل من الأنثيين الباقيتين ناج وفاته لمحاولة تخصيبها في المختبر بالسوائل المنوية من سودان وذكور أخرى كانت محفوظة في المختبرات العلمية شاركنا في التعليقات هل تظن أن عملية الإنقاذ الدقيقة هذه ستنجح؟ وخلال سنتي 2019 و2020 تم الحصول بالفعل على خمسة أجنة في مرحلة التطوير في المختبر تم تخزينها في النيتروجين السائل لحفظها في 196 درجة مئوية تحت الصفر إلى حين إيجاد إناث قادرة على حمل هذه الأجنة وفي نوفمبر من السنة الفائتة 2021 جهز فريق علماء الطبيعة في مشروع بايوريسكيو لإنقاذ الحياة الطبيعية أربع إناث من سلالة وحيد القرن الأبيض الجنوبي الذي يعتبر أقرب سلالة من نوع الكركدنيات لحيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي مع اختلافات فيزيولوجية عديدة لكن لهما نفس فترة الحمل وقد قام الفريق البيطري بمحاولة تجهيز كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية الصعبة آملنا في إعادة هذا الحيوان إلى الوجود بعد انقراضه ونحن نسأل الله عز وجل ونأمل بشدة أن تعود هذه الحيوانة إلى الوجود لتعيش بسلام في البرار الإفريقية لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنتعاون جميعا على نشر حب الطبيعة والحيوانات بين الناس ولنشر ثقافة المحافظة على الطبيعة إلى حلقة قادمة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وبركاته